السلام عليكم و اشتركوا في القناة كنت تمنى تكونوا كلكم بخير على خير انتم لم ترى هذا الفيديو انا بعد موصلت اقادير مهم تقريبا بشي نهار لم امركتش اليومين مهم رأي واحد يومين تقريبا بشي طرف اقادير المهم اليوم عاد غادين امرق ان شاء الله غادين اتكون معايا الواحد المول تفتح جديد هنا في اقادير صراحة دار الفيديو تقريبا بشي ثلاثة يومين اربعية و قلت غادي نمشي لي و عندي شي اغرضة نقضي ومشي نهسي السوشوارات دي لك سحداتهم يتصابوا في اينزقان ماذا عندي اخر صراحة قاعد السوشوارات اللي مديني و معا فكرت لمول قلت نمشي نضرب في هدويرام و نديكم معايا تشوفوا الاجواء كيف يديرو هذا و خقالوا انه كيفي الاكتظات بزاف مهم انا غادي نحاول ضروري و نصور معاكم الحوائج اللي قدروا ايهموكم و لا تدربوا معايا طويرة في المول و شوفوا ماذا كان فيه ان شاء الله تقريبا هذا الشي اللي غادي ندير و مهم هذا الشي اللي مأكد منه غادي ندير و قلت غادي نمشي لواحد المحال دي المواعن غادي كون عندي في واحد غارة غادي نشد شي مواعن خاصيني بالنسبة للبوفي بقي ما مأكداش وشغا نمشي ليه اليوم مول الله ديج اشكروه لي الناس و شوفت دي فوطو دك شي عجبوني قلت نمشي نضرب دوائره غادي نحساجه اللي كتفيدني ناخدها ان شاء الله مهم خليكم معايا انا وجه التراثي و كل شي دابا غادي نخرج خليكم معايا ان شاء الله ماذا بيوش اي حاجة درتها شنو غادي نشوف المول مسائل يعني اي حاجة شفتها انا غادي نبرتاشها معاكم كونوا على يقين خليكم معايا محاجة لا انت فضل فضل دعيني لنصور لكم كامل المجازة كبيرة طبق كامل طبق الثاني لانه ياسر من البشار انا شاركت معكم هون جهة اسبادغي لانه ضحي ضحي كامل كامل مقربة من اللباس وضعهم كيف تشوفون ملابس النساء ملابس النساء كامل طفيلة 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 كامل 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 ملابس 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 ونصور ملابس 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 كامل كامل ملابس 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 منك ملابس 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 اشكروه و قاسوه انا ماشيا ماشيا و نمشو نشوفو اشكاين فيه و كل شي و خليكم معي ان شاء الله لينصور معاكم لينصور لكم المحال لقايسة ديال المره اللي عندها المواعن و المحال ديال الخميسة ان شاء الله الى حتى هو ملقيت فيه لينحاول انصور معاكم بإذن الله و اي حاجة قدرتها ان شاء الله لينصورها معاكم و اي حاجة قدرتها اللي شريت ان شاء الله اللي نحطو لكم حتى هو ان شاء الله في هذا الفلوق ماذا بيوش انا غادي نشارك معاكم اي حاجة غادي نديرها ان شاء الله كيف تشوفو روه الزحام اللي عينك عليه و انا عرفك عميش ليني لحقو هاد السلام عرفتو الزحام ديال بالصح هالما حال ديال الخميسة ما شاء الله خمس و خبس كيف تشوفو روحته انا جئت عند السيدة محل ديال الخمسة درهم ما دخلته حتن سالي من السيدة و نعاود نمر لانه اصلا قريب منها كيف تشوفو انا غادي ندير لكم جولة في المحال عندها ماشاء الله لما عندها اي حاجة بغيتوها لكوزينتكم سالة اي شي تلقاهم ماشاء الله متوفر عندها خليكم معاكم ماشاء الله عندها الواني ماشاء الله مترقية و زينة ماشاء الله كل شيء يجب ان شاء الله انا اي حاجة قبطها عندها لا يشاركها معاكم في المحال ان شاء الله لنا الحق اليميم اما ندلكم لايف و اما اما فيديو فيديو في المحال سنتكلم لكم على المواع التي دخلت جدا و المسائل كاملة التي دخلت البوفي و هون كيف تشوفوا تفتح السلعة جديدة ماشاء الله كل شيء مترقي انا حمقوني هالطيافر حمقوني حمقوني صراحة شي حاجة خطيرة زوينة و جديدة في نفس الوقت خليكم معايا بالنسبة للمحال الخمسة الدراهم سوف نبارتها معاكم ذك الشيء اللي قبطت من عنده و مضحكوا علي شوية ذك الشيء معايا من اقدش قبط هاد موت على ما شعرت شعريا فيس اشاء الله نستطيع الوعشة اضافة قبط هاد طون قبط هاد هذا القطس و قبط هاد الفطر كيف تشوفوا هاد شيء كامل خمسة دراهم خمسة دراهم خمسة دراهم خيط produced خطيرة خطيرة خطيت طبخ مادسة خيطت الجوج خيطت خطيج أحضر بجميع حجم المصير لن يضيفون لن أضيفون لن تنقل بجميع المصير لن تقلبون لهم صراحة جزويني لديه عقيق لديه عقاق لديه عقاق لديه عقاق سيدة 5 دراهم اخذتها بحلقة الشماء و يجرحوا لي لعطابة البوفي و يجرحوا لي لعطابة البوفي قبطتها بخمسة دراهم عجبتني و شريت بريكا قبطت الخميرة لشريتين قبطت خمسة دراهم قبطت خمسة دراهم قبطت خفيف قبطت خمسة دراهم قبطت خمسة قبطت الأخير أحبت شعورة جديدة أحبت شعورة جديدة قبطت 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 المطبس احبتا ماشاء الله دووزنا كيف قلت لكم عشية ضحكنا ونشطنا في وجهنا كيف تشوفوا دارتنا سفاء بيتجاج محمر يا سلام وهون انا انا جمعت لكم يومين دي الاختار يعني اليوم و اليوم عند صديقتي كيف تشوفوا انا ان شاء الله وعدة قليمي ونكمل لكم الفلوغ في قليمي من الليلة هنا لنصور معكم اللي بخدوي اللي جبت معي من القلعة وننتحدث لكم على المدينة ان شاء الله اللي سوف تكون في الصالون اجعلكم معي تالاخر لكي تتعرفوا كل شيء ما شاء الله ونرى ما اللي بخدوي اللي جبت السلام عليكم لبنات كيف يرين بيخير مهم أنا نكمل لكم الفلوغ بعد ما وصلت قليمي وكل شيء غادي نشارك معكم اللي بخدوي اللي كنت وعدتكم اني نشاركهم معكم فش كنت في قلعة مكورة ان شاء الله ملينا الحق غادي نشارك معاكم الكادوات والكادو اللي كنت شديت عند حماية هو هذا دي المجموعة دي المكونات دي الورد أنا غادي نشاركها معاكم يعني نوريكم كل حاجة وعاقب ذاك غادي نوريكم المنتوجات اللي جبت للبيع هادي نحطهم ان شاء الله في هذا في القناة وديجرنا نحطهم في ستاتيو دي الواتساب ودي الانستغرام ان شاء الله اللي عندها نمرتي تتواصل معايا المهم بالنسبة اللي بخوضي اول حاجة غادي نتكلم عليها هي السابونة دي الورد كيف تشوفوا طبيعية تشتوها سابونة دي الورد ديري اللي هادي الوردات بحلقة ومفالي وكل شي كما كتشوفوا هادي كريم دي السوان راح هادي زوينينا هادي نحاول نفتحها معاكم هادي خطير خطير وهو راحة رائعة كما قلت لكم انا اقبطتها ولكن احماية اقبط لي واحدة ثانية كيف تشوفوا وهادي امو اللي احتهي فيهم راحة زوينيين وبجوجهم صراحة رائعة مهم غادي نشارك معاكم هادي وبالنسبة اللي بغات منكم هادي 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 هذه هادي 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 هاسا هادي هادي شامبوان غسل الورد برائحة المسك كين هذا الورد مقطر كين هذا الجيل دوش صغير 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 كينه منذ السلالية كين هذا الجيل نضيف كين هذا المورد زيت كين هذا الجيل كين وكاينة هذه الكريمة ديال المساج بدروة الجمل هذه صراحة لنجربها ورد عليكم الخبار 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 فيها واحد الريحة ديال هاد لي بخضوية المساج نيت وفيها المستخلصات دروة الجمل وإحنا الصحراويات عارفين دروة الجمل يعني فوائد ديالها ولاش كتصلح وكل شي لأنها الحمد لله ريغني عني تعريف وكل شي حمد لله كيعرفوك يستعملها في ياسر من المسائل طبية وحسب حالك تشيدين الأعشاب ومساج وكل شي انا شاركت معكم اللي بخوضوي اللي زعماء قبطهم هم هادو وان شاء الله دريك غادي انشارك معكم اللي بخوضوي اللي جبت للبيع هادو الشي اللي جبت لهم لأنك الناس مغصيني على شي مسائل جبتهم لهم مجلتهم أنا اللي بيع ولكن عادي بحل ورد البلدي بحل حنا اه ولكن الكحلة جبتها اللي بيع عندي عنوية انا انا احطيت اه هاني حطيت الانواع تصابو البلدي حطيت لكم انشان تيو بش تشوفو وحطيت لكم شوية موالي من مالورد الانواع اللي جبت ديال من الورد كين هادا وكين هادا اللي فيه البخاخ كيف تشوفو عالج اشكال وكين اللي كخام وكين الانواع ديال صابو البلدي وكين الكحلة الكحلة كين بحلقة جبتها هكذا كويغطات مهم حتى ان يتقبضوها وعاقبدا قدروها انتمو في القريعات ديالكم انا غادي اتكلم عن الانواع ديال صابو البلدي اللي جبت للبيع هاتشي كيما قلت لكم مراها غاد يكون شاء الله متوفر عندي في الصالون في القدس بإذن الله يعني اي واحدة بغت شي حاجة تتواصل معايا وتدوز ولا تدوز للصالون وتقبض مسائلها هنا كاين صابو البلدي ديال النيلة وكاين هادا قوماش هذا صابو البلدي ديال النيلة وكاين ديال الاعشاب كيف تشوفو هذا ديال الاعشاب كاين ديال العكر الفاسي وكاين ديال الزعفران الحر وكاين ديال الحام ما نحساش نتكلم لكم على هاد الانواع ديال صابو البلدي اللي انهم من اخير الانواع كلهم كي يساعدوا على تصيحيدوا تصبغات يحيدوا كيعطوا حد الملمس زوين في البشرة صراحة زوينين زوينين بزاف المهم هادو انا جبت الحاجة اللي زوين وديجا مجرباها وعارفتها بانها كتعطي نسيجة غادي نتكلم لكم على اللي قوماش اللي قوماش اللي جبت ما نحساش نتكلم لكم على قوماش القهوة لانه مشاء الله رو دير ضجة كل شي كي يدير قوماش القهوة لقيتهم انهم صايبين قوماش القهوة على هاد الشكل كيف تشوفو قوماش القهوة على قوماش القهوة قوماش الثانيين قوماش بالعسل قوماش بالعكار الفاسي قوماش بالنيلة الصحراوية قوماش بالوضع و قوماش باللال ويفيرا كيف تشوفو حبيبات والداخل كل واحد واللون اللي فيه كيف تشوفو شتو صراحة كل واحد فيه لون في شكل خطيرين خطيرين زع ما فيهم واحد اللون رائع واحد زع من الريحة خطيرة وزوينة واجبت لكم واحد جوج انواع ديالي كخيم كين هاد الكخيم ديال الوضع كي ساعد الناس اللي عندهم الكلف والتصبغات انهم يحيدهم لهم البشرة ديالهم كما كتشوفوها تبيض البشرة واذالك الكلف الوضع خلاص راغاني يعني التعرف والناس عارفينها انها كتحيد واجبت لكم هاد الكخيم حتى هو ديال الزعفران والأرقان والزعفران والأرقان موليمين حسنا نتكلم عليهم لأنهم الحمد لله متكلمين على روسهم لأنه أصلا الأرقان والزعفران راه منتوجة طبيعية ورائعة هادو ديك جوج ديالي كخيم حتى هو مصالحين للبشرة فقط وبالنسبة لما الورد راهو كاين يعني متوفر كاينك كميالة بأساب لها لا هي ولا صابوا البلدي اللي جبتوا لأتمينة ان شاء الله ان شاء الله هرها غادي تصدمكم دير أتمينة جد 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 مناسبة غادي ندير ان شاء الله وحوائج وعنين وزوينين ومن بلاستهم يعني ما كيز عمل فيهم لا غشلة ايش حاجة يعني بلاستهم بلاستهم مناش جبتهم لكم المهم هذا مكان انا شاركس معاكم اللي بخدوا اللي كنت وعدتكم انني نشاركهم معاكم هما هادو واي حاجة كانت ثانية غادي نقد نشاركها معاكم راني ان شاء الله غادي نحط في الستوغي ديال الانستغرام و ديال الواتساب ديالي بالنسبة لانستغرام ديالي خاولة تيري ديال الويت صحراوية يعني الطفيلة اللي ما عندهم راني غادي نحط فيها جميع التفاصيل على هاد اللي بخدوا كما قلت لكم راهكم غادي سلقاوهم في السالون و إلا كانوا الطفيلات إلا كانوا الطفيلات ما يقدوا يمشوا للسالون وبغاوني نوفر لهم اللي بخدوا في المحل تحت في القيصارية أتيت تواصلوا معايا و نخلي لهم مسائلهم فهم يدوزوا و يقبضوها و إن شاء الله أنا محدي كنصور هاد الشيء غادي نتكلم لكم على البروموسيو إن شاء الله اللي غادي تكون و هون جيت نتكلم لكم اللي على اليوم العالمي المرأة اللي هو يوم تمانية معرس غادي ندير إن شاء الله و بإذن الله واحد تخفيض في الصالون عندي غادي نتكلم لكم غادي يكون تخفيض رائع و غادي يهم بزاف دي للناس و غادي نرجع لكم المفاجأة اللي كنت درت لكم في الراس العام أني كنت درت لكم في الراس العام بروموسيو نجي 50% هاد المرة ما غاديش تكون 50% بالضبط ولكن غادي يكونوا فيها لروسي كما كانت المرة اللي فاتت الناس ما يمكنش نصاوبوا لهم في نهار واحد ما شاء الله ما شاء الله كنت دي مزيانة يعني الناس يجوا عنا بزاف باش أنهم يصاوبوا هاد المنهار و ما يمكن لنا نصاوبوا للناس كاملين و قلت غادي ندير لروسي بحال ديك المرة ولكن هاد المرة غادي يكون واحد الشرط غادي مثلا مهما غادي نهضر لكم أول حاجة على على البروموسيون بعدها او بعد نهضر لكم على الشروط البروموسيون غادي يكون فيها الحواج اللي كي يطلبوا لي الناس بزاف اول حاجة هي البخوتين غادي يكون فيها بخوتين ابتداءا من 400 درهم يعني غادي عندي الكليانة نشوف شعرها و نقول لها أنا الثامن ولكن كي يبدأ من 400 درهم يعني تخفيض تقريبا كتر هذا من نص قاعد لأنه ممكنش تصاوبوا لشياء بخوتين ب400 درهم المهم كما قلت لكم كان بخوتين ب400 درهم كان سواند فيزاش اكاديمي غادي بقى بمية درهم يعني 50% بالنص و غادي يكون لامانيكور ب40 درهم و غادي تكون البيديكور بخمسين درهم هذو هما 4 الحواج اللي ديرا فيهم البخوموسيون اللي الناس بزاف عندي كي يخدموهم في السالون و كي يبغوهم يبغو فيهم البخوموسيون أنا اللبيت الطالب ديالكم و قدرت لكم فيهم البخوموسيون شروط ديال هاد البخوموسيون شنا هي يعني لما قدرتش تجي تساوبي نهار 8 مارس غادي تجي تدفعي في تخلصي الواجب ديالك غادي نعطيك الروسي و تجي تساوبي اما في شهر ثلاثة ولا في شهر ربعة يعني غادي يكون البخوموسيون حدو شهرين يعني لخلصت الروسي ما خسكيش تفوتي لفان ديال شهر ربعة يعني تجي تساوبي إما في شهر ثلاثة و إما في شهر ربعة يعني لفان ديال شهر ربعة يعني يعني أعلى وقت يعني تقدري تتوصله ثاني حاجة غادي تكون بالنسبة للناس اللي غادي يجو يخدموا نهار الحد أي حاجة في السالون يعني جميع الناس اللي غادي يجو عندي يصاوبوا عندي في السالون نهار ثمانية مارس غادي ندير واحد طنبولة ومنهم حتى الناس اللي غادي يجو يخلصوا لروسي هندير واحد طنبولة في السالون غادي نهز فيها واحد سيدة غادي نصاوب ليها شي حاجة فابور وهذو كل حواج اللي فابور أنا غادي يتلقى اللي يستصالون اللي غادي نقدر نصاوب الكليانات ديالي إن شاء الله والكليانة اللي غا تكون محظوظة وغادي تفوز إن شاء الله وآخر نهار يعني نهار الحد بالليل غادي نهز السيدة اللي غادي تفوز يعني أول كليانة غادي تجي نهار الحد في السباح أنقيدوا اسمية ديالها وغا نحطها في كتومبولة يعني نهار كامل غا نجمعوا وبالليل غادي نهز السيدة اللي غادي تفوز وغادي تفوز معنا ماشي شي حاجة اللي بسيطة الحواج البساط ما كان هدرش عليهم يعني كان هدر إن شاء الله على إما سواند فيزاج إما كانت عروسة غادي تتربح ماكياج كانت غادي تربح كوب ديال الشعار كانت حضارة لشي مناسبة هي تربح كوب غادي تكون فيه ماكياج غادي يكون سواند فيزاج غادي يكون السباقة ديال الشعار لاماش لغوفلي يعني حواج لدو قيمة ما غاديش ندير الحويجات البساط نهائيا يعني بحل مثلا حجبان ولو ديوفي ولدك شي ما غاديش تكون يعني غا تكون شي حاجة اللي غالية إن شاء الله غادي تربح بيها واحد سيدة معنا في الصالون وحد موفق الجميع وأنا غادي نسد هاد الفلوك ديالي هنا اليوم مجرد فيديو كيف يمكنك شرح في هاد المسائيل كاملا إن شاء الله وكنتمنى يكون كل شي واضح واللي بغا تستفسر كتر ولو بتعرف شي حاجة كتر تواصل معي في الانستغرام واللا تدوز للصالون مرحبا بها